على هامش زيارة قام بها إلى متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد أن وزارته ستعمل جاهدة من أجل تثمين ثقافة المغربية من خلال تصديرها إلى جميع أنحاء العالم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية ومن بينها المؤسسة الوطنية للمتاحف استغلوا الفرصة لأشيد بما أنجزته المؤسسة الوطنية للمتاحف حيث إن الأمر يتعلق الآن بدعمها لمواصلة تثمين وتصدير المزيد من الثقافة المغربية بما في ذلك الجانب المتعلق بالمتاحف وتتمثل الفكرة في وضع استراتيجية مشتركة لتوحيد الجهود وتثمين المكتسبات التي تحققت في هذا المجال من أجل أعطاء ثقافة المكانة التي تستحقها في المغرب أولا وكذا تمكينها من الموقع الذي يناسبها على الصعيد الدولي ستعمل المؤسسة الوطنية للمتاحف يدا في يد مع وزارة الثقافة للنهوض بالإشعاع الثقافي للمغرب انطلاقا من انشغالنا المشترك بخدمة قضية واحدة وهي بلدنا وأكدت طرفان بالمناسبة أيضا أنه في ظل الظروف الصعبة مثل هذه التي تطبعها أزمة كوفيد-19 فإن للثقافة دورا تقوم به ووجود متاحف في المغرب اليوم وبالتالي في إفريقيا يسمح للناس باغتنام فترة من الانفتاح في مواجهة المتاعب اليومية ترجمة نانسي قنقر